بسم الله الرحمن الرحيم يسرُّ الإدارة العامة للتوجين والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلِّف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بابٌ من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا إذا عمل الإنسان لأجل الدنيا هذا من الشرك فالواجب أن يعمل افتغاء وجه الله والدار الآخرة وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفِّ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يُبخَسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبِط ما صنعوا فيها وَبَاطِلٌ وَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فعلينا أن نعمل ابتغاء وجه الله والدار الآخرة لا لأجل نعيم الدنيا أو رياءً للناس قال الشَّارِح رحمه الله فإن قيلَ فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله الباب الذي قبله التحذير من الرياء وهذا من الشِّرك إرادة الإسان بعمله الدنيا قلتُ بينهما بين البابين عمومٌ وخصوصٌ مُطلق يجتمِعان في مادَّة وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله التزيُّن عند الناس والتصنُّع لهم والثناء يطلب الثناء والمدح فهذا رياء إرادة الإنسان مدح الناس هذا رياء والرياء يُبطِلُ العمل كما تقدَّم بيانه كحال المنافقين والعياذ بالله فالمنافقون يعملون لأجل الناس لا يؤمنون بالله وهو أيضاً إرادة الدنيا بالتصنُّع عند الناس وطلب المدح منهم والإكرام إذا عمل وأراد مدح الناس فهذا عمل لأجل الدنيا وأيضاً الرياء ويُفارِق الرياء بكونه عمل عملاً صالحاً أراد به عرضاً من الدنيا كمن يُجاهِد ليأخُذ مالاً ليس له نيَّا إلا المال كما في الحديث تعيسَ عبدُ الدِّينار أي هلك عبدُ الدِّينار الذي يُريدُ الدنيا ولا يُريدُ وجه الله أو يُجاهِدُ للمغنم نيَّته الغنيمة لا وجه الله أو غيرَ ذلك من الأمور التي ذكرَها شيخُنا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه وغيرُه من المُفسِّرين رحمهم الله في معنى قولِه تعالى من كان يُريدُ الحياةَ الدنيا وزينَتَها وأرادَ المُصنِّف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العملَ لأجلِ الدنيا شِركٌ يُنافي كمالَ التوحيد الواجِب ويُحبِطُ الأعمال وهو أعظم من الرياء لأنَّ مُريدَ الدنيا قد تَغلِبُ إِرادَته تِلكَ على كثيرٍ من عملي وأما الرياء فقد يعِرضُ له في عملٍ دون عمل ولا يسترسِلُ معه والمُؤمِن يَكُونُ حَذِرًا من هذا وهذا فعليك أيها المُسلم أن تَحذِرَ الرياء وتَحذَرَ العمل لأجل الدنيا اعمل خالصًا لوجه الله ابتغاءً لمرضات الله جلَّ جلاله وقولُه تعالى من كان يُريدُ الحياةَ الدنيا وزينَتَها نُوفِّ إليهم أعمالَهم فيها وهم فيها لا يُبخَسُون أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارِ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ نعوذُ بالله من ذلك فالذي يعمل لأجل الدنيا لأجل مَتحُ الناس أو إكرام الناس له فهو عملُه بردود وباطل قال ابن عباس رضي الله عنهما من كان يُريدُ الحياةَ الدنيا أي ثوابَها وزينَتَها أي مالَها نُوفِّي أي نُوفِّر لهم ثوابَ أعمالهم بالصحة والسُّرور في المال والأهل والولد وهم فيها لا يُبخَسُون أي لا يُنقَسُون ثم نسَخَتها أي قيَّدتها من كان يُريدُ العاجِلَ الدنيا عجَّلنا له فيها ما نشاءُ لمن نُريدُ فالذي يُريدُ الدنيا فالذي يُريدُ الدنيا قد يُعطَى الدنيا وقد يُحُرَم منها ويَخْسِر الدارين والآيَذُ بالله فالآيَة الأولى من كان يُريدُ الحياةَ الدنيا وزينَتَها لُوفِّي إليهم أعمالَهم فيها والآيَة الثانية من كان يُريدُ العاجِلَ الدنيا عجَّلنا له فيها ما نشاءُ لمن نُريدُ قد لا يُعطَى حتى في الدنيا رواهُ النحَّاس رحمه الله في ناسِخِه قال الشَّارِح قولُه ثم نسَخَتها أي قيَّدتها فلم تبقى الآيَة على إطلاقِها الآيَة الأولى من كان يُريدُ الحياةَ الدنيا وزينَتَها نُوفِّي إليهم نُوفِّي إليهم أعمالَهم فيها فالآيَة الثانية قال لمن نشاءُ لمن ما نشاءُ لمن نُريدُ صارت مُقيدة إذا أرادُ أعطاهُ الدنيا وإذا لم يُريدُ قَسِرَا كلَّ ذلك فالنسخُ هنا بمعنى التقييد الآيَة كانت عامَّة فقُيِّدَتْ لمن نُريدُه قال المُعلَّق من العجيب جداً دعوى النسخ فإن الآيَتَين في معنى الواحد وتفسيرُ النسخ بتقييد مُطلقاً بتقييد مُطلقاً يعني بالمشيئة كذلك غيرُ واضح والظاهِر أنها لا تُثبُتُوا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المُعلَّق أيضاً قولُه من العجب جداً دعوى النسخ أقولُ ليسَ في ذلك ما يُتعجَّبُ منه لأن معنى النسخ عند السلف رحمهم الله أوسع من معناه عند الفُقهاء رحمهم الله رحمهم الله لأن السلف يُطلِقون النسخ على تقييد المُطلق وتخصيص العام لكونِهما غيَّرَا المعنى المفهوم من النص المُطلق والنص العام ومعلومٌ أن آية هود مُطلقة وهي قولُه من كان يُريدُ الحياة الدنيا وزينتَها نُوفِّي إليهم أعمالهم فيها هذه الآية مُطلقَة ظاهرُها أن مُريدَ الدنيا بأعمالِه يُعطَى مُرادَه وآيةُ الإسراء من كان يُريدُ العاجِلَة عجَّلنا له فيها ما نشاءُ لمن نُريدُ بيَّنت أنه لا يُعطَى من ذلك إلا ما شاء الله وأنَّ ذلك أيضًا لا يحصُل إلا لمن أرادَه الله فاتَّضُحَ من ذلك أنَّ طالِبَ الدنيا بأعمالِه قد يُعطَى مُرادَه إذا شاء الله لك إذا شاء الله ذلك وقد يعمل ولا يحصُل له ما أراد لأنَّ الله سبحانه لم يشأ ذلك وهذا واضحٌ جدًّا والله أعلم فقال قتادَ رحمه الله من كانت الدنيا همَّة وطلبته ونيَّته جازاه الله بحسَناتِه في الدنيا ثم يُفضِي إلى الآخرة وليس له حسنَ يُعطَى بها جزاء وأما المُؤمن فيُجازَى بحسَناتِه في الدنيا ويُثابُ عليها في الآخرة الذي يُعْمَلْ خَالِصًا لَوَجْهِ اللَّهُ الله يُنْعِمُ عليه في الدنيا ويُؤْجِرُه في الآخرة وأما المُؤمن فيُجازَى بِحسَناتِه في الدنيا ويُثابُ عليها في الآخرة ذكرَه ابنُ جَرِيل رحمه الله بسنده ثم ساقَ حدِثَ أبي هُرَيرَى رضي الله عنه قال المُعَلِّق حديثٌ حسنَ عن ابن المُبارَك رحمه الله عن حيوة ابن الشريح رحمه الله قال حدَّثَني الوليد ابن أبي الوليد رحمه الله أبو عُثمان أن عُقبة بن مسلم رحمه الله حدَّثَه أن شُفَيَّ بن ماتع الأصبُحي رضي الله عنه حدَّثَه أنه دخلَ المدينة فإذا هو برجلٍ قد اجتمعَ عليه الناس يعني تعلمُهم فقالَ من هذا؟ فقالوا أبو هُرَيرَى هذا الرجل الذي اجتمعَ عليه الناس أبو هُرَيرَى رضي الله عنه قال فَدَنُوتُ منه أي قربتُ منه حتى قعدتُ بين يديه وهو يُحدِّثُ الناس فلما سكَتَ وخَلَى حِصَارَ وحده قُلتُ أنشُدُكَ بحق لما حدَّثتني حديثًا سمعتَه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حقُّ السائلًا يُجاب لما حدَّثتني حديثًا سمعتَه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته أي حفظته وعلمته قال فقال أبو هُرَيرَى رضي الله عنه أفعلُ أي سوى حدِّثُك لأُحدِّثَنَّكَ حديثًا حدَّثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحدٌ غيري وغيره ثم نشق أبو هُرَيرَى رضي الله عنه نشغةً قال المُعلِّق أي شهِقَ حتى كاد يُغشَى عليه أسفًا وخوفًا نشغَى أي شهِقَ خرج منه صوت من الفزع ثم أفاقَ من ذلك فقال لأُحدِّثَنَّكَ حديثًا حدَّثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه غيري أحدٌ وغيره ثم نشغَى أبو هُرَيرَى أي شهِقَ خرجًا منه صوت من الخوف نشغةً أُغْرَى ثم مَالَ خَارًّا على وجهِي سقط على وجهه من الخوف رضي الله عنه واشتدَّ به طويلاً ثم أفاق فقال حدَّثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى القيامة ليقضي بينهم الله تعالى يجيء وينزل لفصل القضاء كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفًا صفًا ليقضي بين العباد نزولًا ومجيئًا يليقُ بجلاله سبحانه وتعالى وكلُّ أمةٍ جاثية أي بارِك على الركب من الخوف فأول من يدعُ به رجلٌ جمع القرآن أي حفظ القرآن ورجلٌ قُتِل في سبيل الله ورجلٌ كثيرُ المال يدعُ هؤلاء الذي جمع القرآن والذي قُتِل في سبيل الله والذي أعطاه الله المال الكثير فيقول الله تبارك وتعالى للقارئ للذي جمع القرآن ألم أعلمك ما أنزلتُ على رسولي قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما علمت قال كُنتُ أقومُ آناء الليل وآناء النهر فيقول الله له كذبتَ وتقول له الملائكة عليه السلام كذبتَ ويقول الله له بل أردتَ أن يُقال فلانٌ قارِ فقد قيل ذلك يعني أنت فعلت رياءً للناس أعوذ بالله أعوذ بالله وبطَل عمله ويُؤتى بصاحِب المال فيقول الله له ألم أوسِّع عليك حتى لم أدعك أي أتذكَ تحتاجُ إلى أحد قال بلى يا رب قال فما عملتَ فيما آتيتُك قال كُنتُ أصلُ الرحمُ وأتصدَّق فيقول الله له كذبتَ وتقول له الملائكة عليه السلام كذبتَ ويقول الله بل أردتَ أن يُقال فلانٌ جواد يعني فلان كريم يمدحُكَ الناس أردتَ مُدحَ الناس فقد قيل ذلك بطَل عملُه فالرياء يُبطِل العمل ويُؤْتَ بِالَّذِي قُتِلْ ويُؤْتَ بِالَّذِي قُتِلْ في سبيل الله فيُقالُ له فيماذا قُتِلتَ فيقول أُمرتُ بالجهاد في سبيلِك فقاتلتُ حتى قُتِلتُ فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة عليه السلام كذبت ويقول الله له بل أردتَ أن يُقال فلانٌ جريم أي فلان شُجاع أردتَ مَتحَ الناس فبطَلَ أَمَلُكَ فالأياذُ بالله فقد قيل ذلك يعني الناس مدحُوا ثم ضرب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على رُكبتي فقال يا أبا هُرَيرَ أُولَئِكَ الثلاثَةَ أَوَّلُ خَلْقِ اللَّهِ تُسَعَرُ بِهِمُ النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةَ نعوذُ بالله نعوذُ بالله فعلينا أن نجعل هذا الحديث أمام أعيننا ونحذر الرياء والسمعة ونعمل ابتغاء مرضاة الله جل جلاله مدحُ الناس لا ينفع وذمهم لا يضر فلعلينا أن نُخلِص أعمالنا لوجه الله تبارك وتعالى اللهم طهر قلوبنا من الشرك والرياء والنفاق والضلال يا أرحم الراحمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات قال المُعَلِّق تمام الحديث عند ابن جرير رحمه الله غيره قال أبو عُثمان الوليد رحمه الله فأخبرني عُقبا رضي الله عنه أن شُفيًّا رضي الله عنه هو الذي دخل على معاوية رضي الله عنه فأخبره بهذا أي بهذا الحديث قال أبو عُثمان وحدَّثنا العلاء ابن أبي حكيم أنه كان سيافًا لمعاوية أن كان يأخذ السيف ويقف أمام معاوية قال فدخل عليه رجلٌ فحدَّثَهُ بهذا بهذا الحديث عن أبي هُرَيرَى رضي الله عنه فقال معاوية رضي الله عنه ولقد فعل بهؤلاء هذا أي أبطل الله أعمالهم الذي جمع القرآن والذي أنفق الأمال والذي قُتِل من معركة ولقد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس ثم بكَى مُعاوية رضي الله عنه بُكاءً شديدًا حتى ظننَّا أنه هلك خوفًا من عذاب الله عز وجل وقلنا قد جاء هذا الرجل بشر ثم أفاقَ مُعاوية رضي الله عنه ومَسَحَ عن وجهه فقال صدق الله ورسولُه صلى الله عليه وسلم من كان يُريد الحياة الدنيا وزينتَها نُوفِّي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يُبخَسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبِطَ ما صنعوا فيها وباطلٌ ما كانوا يعملون قال المُنذرِي رحمه الله رواهُ بنُخُذَيمَا في صحيخِه رحمه الله اللهم طهِر قلوبَنا من الشِرك والرياء والنفاق والضلال والكُفر يا رب العالمين فينبَغِي لنا أن نجعل هذا الحديث أمامنا دائماً ونُخلِص أعمالنا لوجه الله ونحذر الرياء والسمعة اللهم طهِر قلوبَنا من الشِرك والكُفر والرياء والنفاق يا ذا الجلال والإكرام وقد سُئِلَ شيخُنا المُصِنِّف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن هذه الآية فأجابَ بِمَا حاصِلُهُ ذُكِرَ عن السَّلَفِ رضي الله عنهم فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معنى الأول فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثيرٌ من الناس ابتغاء وجه الله من صدقةٍ وصلاةٍ وصلةٍ صلة رحمٍ وإحسانٍ إلى الناس وترك الظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصاً لله لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة إنما يريد أن يُجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعمة عليهم يريد ثواب الدنيا يريد من الله أن يجزيه في الدنيا إنما يريد أن يُجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعمة عليهم ولا همَّة له في طلب الجنة والهرب من النار وهذا يُعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب وهذا النوع ذكره ابن عباس رضي الله عنهما يعمل أعمال صالحة ولكن يريد أن يُذيبه الله في الدنيا لا يريد ثواب الآخرة نعوذ بالله وهذا باطل وضلال والواجب على المسلم أن يعمل الأعمال الصالحة ابتغاء وجه الله والدار الآخرة النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف وهو الذي ذكره مجاهد رحمه الله في الآية أنها نزلت فيه وهو أن يعمل أعمالاً صالحة ونيته رياء الناس ليمدحه الناس لا طلب ثواب الآخرة وهذا عمل باطل مردود النوع الثالث أن يعمل أعمالاً صالحة يقصد بها مالاً مثل أن يحج لمال يأخذه أو يهاجر لدنيا يُصيبها أو امرأة تزوجها أو يجاهد لأجل المغلب فقد ذكر أيضاً هذا النوع في تفسيره في تفسير هذه الآية كما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيراً عن إذا كان نيته الدنيا لا ثواب الله عز وجل النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مُخلِصاً في ذلك لله وحده لا شريك له لكنه على عمل يُكفِّره يُخرِجه على الإسلام يعني يعمل عملاً كفرياً يُكفِّره مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدَّقوا أو صاموا لابتغاء وجل الله والدار الآخرة عملهم باطل لأنهم لم يُسلموا لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثلُ كثيرٍ من هذه الأمَّة الذين فيهم كفرٌ أو شِركٌ أكبر تُخرِجهم من الإسلام بالكلِّية من كالذي يدعُو غير الله أو يذبح لغير الله أو يخاف غير الله خوف السر ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر تخرجهم من الإسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الآخرة لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام يعني من الشرك والكفر وتمنع قبول أعمالهم فهذا النوع أيضاً الذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره وكان السلف رضي الله عنهم يخافون منها قال بعضهم لو أعلموا أن الله تقبل مني سجداً واحداً لتمنيت الموت لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين اللهم تقبل منا وتب علينا فاغفر لنا هذا الجلال والإكرام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات ثم قال بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاء والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالباً ثواب الآخرة ثم بعد ذلك عمل أعمالاً قاصداً بها الدنيا مثل أن يحج ما فرضه الله ثم يحج لأجل الدنيا كما هو واقع وهو لما غلب عليه منهما إذا غلب الإخلاص نجح وإذا غلب الرياء هلك وقد قال بعضهم القرآن كثيراً ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص ويسكت عن صاحب الشائبتين وهو هذا وأمثاله ترجمة نانسي قنقر